السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم مطبخ أمينة أم سليمان بزاف ديال ناش كيسمعوا لي كريب فا كيمشي البال ديالهم لي كريب شوكولات أو بالموز أو كذلك بالكاراميل أي شوكولات الحلو وأكيد ما كينش اللي ما كيعجبوش لي كريب واليوم جبت لكم كريب مالح بحشوة سهلة جدا واقتصادية وشكل بسيط كنتمنا يعجبكم ويعجب العائلة ديالكم ما نطورش عليكم نخليكم عن مقادير وطريقة التحضير ما تزابي وشغر جاليكم دابا إذا كنتي أول مرة كتش في قناة مطبخ أمينة أم سليمان ما تنسيش تشاركي بالقناة واتفعلي الجرس باش توصلي بجامع الجديد من الفيديوهات مطبخ أمينة أم سليمان وكذلك لاعجبك الفيديو خلي لايك أول حاجة غدي نحتاجوها في الكريب ديالنا هي جوج الكؤوس ديال الحليب غدي نحتاجو كذلك قبصة ديال ملح والملح كتبقى بحسب الدوق غدي نحتاجو كذلك الإبزار وبالنسبة للإبزار غدي نحاولو يعني ما نديروهات كتير بزاف باش ما يعطيناش هدك لوقو مجهد غدي نحتاجو كذلك نصف كأس زيت نباتية ورباء يابس إن شاء الله غدي نشاركو معاكم في فيديو قادم إن شاء الله وبإذن الله غدي نحتاجو كذلك جوج ديال البيضات وغدي نحاولو نخلطو هاد المكونات واحد شوية ونضيفو كذلك مع علقة صغيرة من السكر الخاشين باش كتعطينا اللون مني كيكون كتبنا الكخيب ديالنا فكيتذهب بسرعة بهاد الملعقة الصغيرة ديال السكر ساندة أو السكر الخاشين بالنسبة للدقيق فأنا غدي نحتاج في هاد الخالط ديالي جوج الكؤوس وربع ديال الدقيق الكؤوس كان عبر بالكؤوس ديال العنبة فماشي ضروري تضيفو من الأول جوج الكؤوس وربع ديال الدقيق غدي تضيفو زوج الكؤوس وشوية تضيفو هادك الربع حتى تشوفو واش غدي يكون الخالط ديالكم هو هادك او لا بالنسبة للخالط خاصو يكون ما قسحش بزاف وما جاريش بزاف كذلك باش هكا نتحكمو فيها اكتر ماشي بحال البانكيك كي يجي واحد شوية تقيل وشد فراس من بعد ما وجد لي الخالط ديالي فغدي نسخل الميقلات على نار غدي نحاول نحط بهاد الشكل هذا على الميقلات ونوزعها وانا كنحرك الميقلات ديالي باش يتوزع لي العجين ديالي او الخالط ديالي بجميع الاماكن نحاول نخليوها رقيقة واحد شوية كيما كتشوفو ما جينا شغليضة باش هكا كجينا زوينا كنقلبوها على الجهة الاخرى معنا اللي تكون متوسطة ما تكونش مجادة بزاف وكذلك ما تكونش يعني ناقصة بزاف باش هكا يجينا الكريب ديالنا محمر وطايب وزوي فكيما كتشوفو الكريب ديالي كايد تنفخ لي انو مخضوم بدون زبدة كذلك بدون مجهود من بعد ما وجدلي الكريب ديالي فانا وجيت الحشوة وبالنسبة للحشوة فلاكم كامل اختيار انا هنا استعملت الدجاج مع الماييس ومع الجذر اللي ارابيتو ودرتليها الاطرية ديالو مع القليل من البصل وشحرتهم وعمرت بهم الكريب ديالي فغادي نبقى ندير هاد بهاد الشكل هادا عفوان الحشوة ديالي وغادي نحاول نسد بهات الطريقة هدي كتشوفو باش هكا ما كيتحلش لينا الكريب ديالنا ويخرج لينا الحشو ديالنا غادي نحطهم كاملين جانبا بعد ما غادي نساليهم فغادي نكون درت البانيني ديالي كتسخن او وآلة البانيني اذا ما كنتم توفرها عندكم آلة البانيني فممكن تحمروهم غير في المقلة مزيان مزيان باش هكا يتجرملو لنا فمن بعد ما تخنت لي آلة البانيني غادي نحط فيها بهات الشكل هادا لكريب ديالي وغادي نغطي عليهم ونخليهم تقريبا نصف ساعة او روبع ساعة على حسب البانيني ديالكم نقوم نطلعو لهم كل مرة من بعد ما يبانو لنا تحمروا فنقطعوهم بهات الشكل هادا ونحطوهم في التبسين ديال التقديم ونقدموهم لها الى ديالنا بصحة ورحة كانت من الكريب ديالي يوم يكون يعجبكم تشاركوه مع الأصدقاء ديالكم ملاش الله خليوا لايك كده عجبكم الفيديو خليتكم على خير نطلقا في فيديو قادر ان شاء الله اشتركوا في القناة